بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حباب قلب مرفت يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال نهار ده بقى معنا روتين سريع قوي كده في المطبخ اعذروني بقى يا حباب قلب مرفت ما بقدرش انظف ولا اعمل علشان طبعا العملية والدكتور يعني منعني من التنظيف دلوقتي والتنفيض والحاجات دي فبقى في كده على قد ايه اعمل حاجة خفية في المطبخ كده قلت اصور معاكم انا يعني بعمل الروتينات دي عشان خاطركم طبعا عشان ما ينفعش بقى تبقوا يعني ايه تنسوني خالص كده سمينا لا عملنا بقى ايه عملت كبدة عادية بطريقة سريعة جدا وجميلة جدا هورها لكم في الاخر خطيرة تنفع بقى جنب مكارونا تنفع بعيش كده وبطحينة وبطاطس محمرة ودي كبدة فراخ عشان عندي ايه فيه ناس ما بيأكل الدبيحة العادية دي تسريه وفيه ناس بيأكلوا كبدة الفراخ فقلت اعمل شوية من دي وشوية من دي برضو معلقة سمنة كده وحطت عليها الكبدة وشوية فلفل سود وشوية سكر رشة سكر صغيرة رشة ملح صغيرة عشان كنت نقعها في ملح وشوية كمون وبهرات وكده شفتوا بقى دي شكلها جميل يا سلام بقى لو خدنا كده ايه فتحنا الغيف ما لنطحينا وحطينا عليه الكبدة دي وشوية بطاطس محمرة عايزة اقول لكم خطيرة وعندي رز ورز ابيض كده جميل قوي ويعني ما رضيتش اعمل مكرونة بقى قولنا كفاية عيش ورز وكده وايه والكبدة دي تمام وهنقضيها النهار دي يوم من ايام الاسبوع كل يوم عاوز وكل يوم حيرة وكل يوم هنعمل ايه وهناكل ايه فايه اكلة خفيفة كده والله كانت جميلة تمام والحمد لله والشكر الله وكل حاجة من عند ربنا فضل ونعمة تمام حباب قلب مرفت اللي اول مرة يعني ازايرين كده اللي ايه اللي الفيديو وقع في اديهم وهيشوفوا منوريني ومشرفيني وبيسعدني ومروركم والله العظيم كلكم اذا كنتم متابعين او ممرين ممرار الكرام كده يعني اللي مش عارف بقى موضوع العملية وكده انا الحمد لله والشكر لله عندي مشكلة في طهري كانت يعني من عشر سنين واضطريت ان انا اروح عملت حاجات كتير جدا وعملت واجهزة وبتاع عشان الفقرات عندي تعباني فالمهم عملت عملية مرتحتش طبعا بعد كل الحاجات دي فعملت عملية والحمد لله والشكر الله واعتفقيت جزار مش دكتور الحمد لله وتعبت اكتر من الاول وافضلت ثلاث سنين اعاني اعاني لحد ما ربنا كرمني واعتفق الدكتور ابن حلال وربنا يجزي كل خير واللي عاوز يعرف اسم الدكتور اول عنوان لو حد محتاج يقول لي في التعليقات وانا والله العظيم هقول لكم على طول ان شاء الله اللي محتاج وربنا يا رب ما يحبوك كل اي حاجة من الحاجات دي تمام فانا العملية بقى لي شهرين ونص بس بقى روحت له الدكتور اخر مرة الاسبوع اللي فات قال لي ما نزقش ما نشلش حاجة تقيلة ما نقفش كتير ما نتحركش كتير ما نعملش مجهود فانا بعمل ايه ده تاني روتين كده حاجات خفيفة في المطبخ كده وعايز اقول لكم انا ببقى اوقف الكاميرا وريح بين الحاجة بين التانية يعني اعمل البتجاز لوحده والموعين لوحده بس طبعا في المونتاج بقى بنروح جامعين كل وكده على بعض طبعا عشان حبيب قلب المتابعين الكرام اللي منوريني والله العظيم وربنا يجزيكوا عني كل قير يا رب وربنا يسعد قلوبكم على طول كده ايه بعد الاكلة الجميلة دي الخفيفة اللذيذة دي عملنا البتاق عملنا صبنا الموعين بسرعة زي ما بقول لكم انا ما بحوش موعين خالص بتبقى موعين الغداء وخلاص طول ما انا واقفة في المطبخ ايه الحاجة اللي بتتوسخ باخصلها في ساعتها على طول ايدي في الحوض والصابون جنبي والحنفية جنبي افتح الحنفية والصابون وتك على طول اصب من الحاجة عشان ما كركبش الدنيا بقى ما جيش بقى بعد الغداء لقي الحوض بقى الرخمة مرصصة موعين والحوض مليان مش عارفة اخصل ولا اعمل فليه احنا الحاجة كده بتتعمل وانا واقفة كده ايه فبتبقى سهلة وبسيطة والموعين تبقى خفيفة علينا بعد كده وبالليل وفي اي وقت اي حاجة بتتوسخ باخصلها في ساعتها نصحى الصبح نلاقي مطبخ نراي الحوض فاضي الدنيا نظيفة صدقوني يا حبيب قلب مرفت بتفرق كتير جدا جدا في الحالة المزاجية تمام اما تصحى تعملي فطارك كده يا حبيبة قلبي وتلاقي الدنيا ريئة حاجة حلوة جدا غير ما تلاقي بقى في موعين وتبقي كارها تدخل المطبخ ومش طيقة تبصي في الحوض والحاجات دي بصوا بقى انا صبنت الحاجات البتجاز بسرعة بسرعة لان كلها نظيفة انتوا بصوا لو شفتوا العيون ولا في حاجة فيها ولا بس تصبين عشان ايه ايه ترتشة من الكبدة نقطة زيت بتاع فكله ايه يتعمل كده بس فايه تصبين خفيف ما فيش دعك والحاجات دي وهنجي بقى على البتجاز بصوا بقى زي ما قلتلكو في الروتين اللي فات شوية ايريال كده محترمين اي نوع ايريال اي بتاع منظفات اي حاجة انا اللي عندي ده كيس اكسي فهرحته حلوة جدا وقلتلكو حبيب قلبي بينظف الفوطة جدا بتاعت المطبخ ونحطه كده ايه ونخسل في الفوطة وننظف الرخام وننظف البتجاز وننظف الدنيا بدل مفضل راحة جاية راحة جاية وصبين البتجاز وصبين يعني بصوا يبقى كله بالمرة كده طبعا ما صبنت البتجاز عشان لازق في حاجات ومترتش وكد فقلت صبينه تصبينه حلوة لكن بقى الرخام بتاع المطبخ هعمله بقى بالمية اللي في الطبق هتخلي زي الفل وزي ما قلتلكو زي المرة اللي فاتت انا بس ايه بعد ما بخلص كده ولاقي المية كلها رغوي ونظيفة كده على الحمام على طول في الطيلة في القاعدة واروح مفضل بيفضل ريحة الحمام حلوة وبنستفيد بالمية اللي هي بارية اللي حط لانها بتبقى نظيفة والرخام عليه ايه يعني انا طول والله العظيم طول ما انا وقفة في المطبخ والله يا حبيب قلب مرفض اروح مسكة الحتة الفوطة ومسكة الرخام وحطة شوية صابون ومسحة فطول الوقت نظيف لا يبقى فلك بقى دبان على الرخام ولا نام ليطلع عليه ولا لقدر الله صرصير ولا الحاجات دي تمام بصو الدنيا بقت زي الفل لهو في ثواني نعمل بقى الرخام بسرعة كده ونلم المطبخ على طول ما نروحش بقى نتغدى ونقعد نشرب شاي ونريح نجي بعد كده نكسل ونبقى مش قادرين نقو تمام كله ورا بعضه كده وربنا يديكم الصحة والعافية وما نحرمش منكم ابدا ويجازيكم عني كل خير يا ربي يسعد قلوبكم يا رب بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك ادعموني يا حبيب قلبي ربنا يسعدكم يا رب ويجازيكم عني كل خير زي ما بقولكم كل مرة بجد محتاجة دعمكم جدا 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 وجزاكم الله عني كل خير تمام ما تنسوش بقى في دعوة حلوة تدعو لي كده دعوة حلوة بزهر الغيب لعله وعسى حد منكم يكون دعوته مستجابة يكون قريب من ربنا يكون حد كده قلبه صفي ونضيف كده يقوم ايه يدعي لي والله ما بتروحش وحيات ربنا في ملك هيرد يقولك ولك بالمسل فاليدعي لي دعوة حلوة ربنا يعني يكمل شفاية على خير لاني لسه الجرح والله بيوجعني بتحرك بالعافية كده يعني ايه امشي بالروحة كده بس ما بقدرش اعمل مجهود ولا الحاجات دي تمام خلاص كده الروتين خلص ما تنسنيش فدعوة حلوة وجزاكم الله وكل خير ما تنسوش بس كده حباب قلبي مرفت اشوفكم على خير لو لنا عمر ولنا نصيب كانت معكم مرفت من يوميات من يوميات ليدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك يلا سلام شكرا سلام ترجمة نانسي قنقر